إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض استعداده للاجتماع بالقيادة الإيرانية ومن دون أي شروط مسبقة باغت واشنطن وشغلها في البحث عن دواعي هذا التحول مفاجئ ولا شك كان له وقع الكمبلة في المنطقة وتحديدا لدى جيران إيران في الخليج الذين ناموا على حرير المواجهة الموعودة بين واشنطن ترامب وتهران وحسبوا أن البيت الأبيض لن يحمل في جعبته غير لغة المواجهة صحيح أن الرئيس الأمريكي لم يتخلى عن تشدده تجاه إيران لكنه الآن تراحى خيارا آخر يتضارب والخطاب المألوف لإدارته خصوصا أن لترامب سوابقا تقل فيها من موقع الخصم الذاهب إلى الحرب إلى موقع المحاور على طاولة القمة كما جرى في تعامله مع كوريا الشمالية في عرضه غير المنتظر نسف الرئيس خطوط السياسة التي رسمها وزير خارجيته حيال إيران في خطابين آخرهما كان قبل أيام وكان خطابه الأول في 21 من أيال المنصرم قد اشترت على تهران قبولها المسبق بـ 12 مطلبا حددها مدخلا للحوار معها مفاجأة ترامب الإيرانية جاءت على ما يبدو على خلفية احتمالين الأول أن تكون أتت في سياق التفاهم مع رئيس الروسي فلادامير بوتين في قمة هلسنكي لاحتواء إيران بطرح حوار معها والاحتمال الثاني وهو المرجح أن تكون لغايات انتخابية محلية في ظل التنافس المحتدم بين الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس النصفية في التشرين الثاني المقبل عبر الظهور بمظهر الرئيس المحاور والمسؤول ولحشر إيران أمام الرأي العام الأمريكي في حال رفضها للعرض